اشتركوا في القناة المسألة اللي عندنا ان الحديث الذي ورد في مسألة النامصة العلماء اختاروا ودام عليه الفتوى ان الناهي هنا او التوعد هنا جاء بعلة التدليس اما وان هي مش بعلة التدليس ولكن ان الحاجب الشعر اللي فيه زائد عن الجزء الاساسي اللي هو بيسموه اصل الحاجب زائد عنه او زيادة ملحوظة سواء زيادة فاحشة او زيادة بينزل بيها على العين او شيء من هذا القبيل فيجوز ان احنا نشيل الزيادة دي ولا فرقا ما بين ان انا شيل الزيادة دي باي وسيلة او اشيلها بالليزر لا يجوز الكلام ده وهل الحكم ده بيختلف عن المتزوجة او غير المتزوجة لا هذا التهذيب هو في الحقيقة بعيد عن نية التدليس يبقى ده جائز وليس فيه اشكال ولكن على ان يكون دوت على حدود اصل هذا الحاجب فيجوز انها تزيل الزيادة دي ولا فرقا بين كونها متزوجة او غير متزوجة ولا فرقا في ان يكون ده بالليزر او بغيره من الادوات بالعكس قد يكون دوت افضل لانه هيتعمل بطريقة ممكن تكون امنة وممكن كمان تكون اكثر راحة يبقى ده جائز وخاصة ان حضرتك بتقولي ان هي عريضة بزيادة عريضة بزيادة يعني بزيادة عن اصل الحاجب فيجوز ان احنا نعمل ده لان دوت ليس بغرض التدليس السؤال التاني بيقول لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا كنت عايشة مع اهل زوجي بكل اخلاص وقدمت افضل ما عندي مع سلفي وسلفتي ولكن حصلت مشاكل وسلفي سبني بالسوق وغلط فيا بعد تحريض زوجته له بقى كل واحد في عشته يعني خلاص اتصروا عن بعض ولكن حماتي تريد ان تصالح تصدع ما بينها وبين سلفاء وسلفتها وانا لا استطيع ان اصفي اصفى من ناحيتهم مع العلم ان سلفي مازال يرمي الشتائم علي وهو من خاصة ما زوجي بدون سبب ايه بتسأل وكانها بتقول انا والله لو ان انا في حد مش عايز اتعامل معاه انا واجب علي ان انا اتعامل معاه لا مش واجب لكن اوي السؤال بعد كده هل ده يكون مفيد ليكي في حسن اشرتك لزوجك ولا لا خلاص انت سألتيني وكانك بتسألين هل انا واجب علي ان انا استجيب لحماتي واتعامل مع الشخص لا احنا مش مأمورين ان احنا لازم نتعامل مع كل الناس غاية المراد من رب العبيد ان احنا اذا التقينا السلام عليكم عليكم والسلام مش لازم ان الناس يعني ليس واجبا على حد ان هو يزور حد مش واجب علي خالص يبقى ايه اللي حاصل انا لو ما عملتش ده مش هكون قاسمة مش هكون قاسمة ليه ليس هناك شيء يأمرني بان انا لازم اعمل ده مع سيلفي لكن ايه اللي حاصل ايه اللي حاصل ان احنا عندنا حاجة اسمعها عن عشرة بالمعروف العشرة بالمعروف مع مين مع الزوج ومعاهله وانا دايما بقول للناس ان اقرب طريق لقلب جوزك اهله فانت لو عملت ده صحيح انت مش هتبقى مش هتبقى اثمة بس انت مش بتعملي حق الافضل مش بتعملي الاحسن مش هتعملي الحاجة اللي تخلي جوزك مرتاح وانت مرتاح الامر التاني ان الكلام بتاع حضرتك دايما لازم نتكلم على اني احنا حياتنا مش بتتبني بالحلال بس لكن حياتنا كمان بتتبني بالتسكية مش كل حاجة انا عاملها بس انا عاقف عنده او ده حرام ولا مش حرام لا مش حرام خلاص بس احنا عندنا امر تاني ونفس وما سوا وفعلها مأفجورة وتقوى قد افلح من زكاه يبقى ايه اللي حاصل يبقى انت محتاجة تزكي نفسك انت بتقول اني نفسك عصية عليك ايه اللي حاصل انت نفسك عصية عليك فانت محتاجة تقترب من الله سبحانه وتعالى وتزكي نفسك فلو زكيتي نفسك ده يعود بالخير عليك وعلى اهل بيتك لان انت لو زكيتي نفسك الله سبحانه وتعالى ينشر بركة في بيتك ويخليك كمان مطمئنة ويخليك ساكنة والتسكية دي من الاحسان ونزاك هو سيدنا جبريل لمساء الرسول اللي حاصل معاني الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك فالعلماء قالوا ان دوت كان اشارة الى التسكية واخدوا منه ان من مقصد وجودنا في هذه الحياة التسكية فاحنا مش مطالب بس ان احنا نفضل على احوالنا دي احنا لازم نرتقي يرفع الله والذين امانوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يبقى احنا مطالبين ان احنا نرتقي فكونك ان انت مش قادرة دلوقتي ما تسيبيش نفسك ده انت حاولي تتمراني وخاصة ان احنا النهاردة كنا منتكلم عن كزم الغيظ فلزلك اللي حاصل حاولي تترابي وتجرابي وتحاولي ترايضي نفسك ولما تعملي الكلام ده هتحسي ان انت بتخرجي من اثر لنفسك اللي بتؤمرك بالانتقام وبتؤمرك ان انت ما تكتزميش الغيظ وبتؤمرك ان انت ما تعفوش وبعدين انت بتقولي ان هو سبك تم مصطح سب السيدة عائشة علي السلام وإيه اللي حاصل بعد كده للأسف إيه اللي حاصل خاط فيما خاض فيه الناس وسيدنا وبكر منع عنه العطية اللي كان بيعطها له بنته وبعدين في الاخ خالص ربنا قال له ايه ألا تحبون ايه يخفر الله لكم فإيه اللي حاصل فقال احب ورح مرجع وسلط المصطح فلذلك إيه اللي حاصل لو انت بتسأليني لا انا ارضالك ما رضيه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رضيه لك الشرع الشريف ان انت تعمل ايه توسع صدرك وخلاص كلام وانتهت والكلام لن يقدم ولن يؤخر لكن ايه اللي حاصل علاقتك بزوجتك محتاجة دعم فتوكلي على الله سبحانه وتعالى واعملي وحاولي تتجاوزي ده شيئا فشيء والأيام ان شاء الله ربنا يجعل فيها عاون ليكي عشان انتي تتخلصي من ده لكن سألتين ان لو عملت كده يبقى اثمة لا بس انا نصحت ليكي اتوكلي على الله سبحانه وتعالى وحاولي تزكي نفسك وتشيل من قلبك هذا الحقد والغل لان الله سبحانه وتعالى لما تكلم على اهل الجنة قال وانا زعنا ما في صدورهم من غل فخليك انتي ربنا سبحانه وتفتحي قلبك لله سبحانه وتعالى عشان ينزع ما في صدرك من غل ان شاء الله ويجعلك في سعادة وفهنة ان شاء الله السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ زوجي دايما من اقل تصرف او خلاف بيازيني بلسانه وكلماته دايما تردني من البيت ويبرق بعنيه انا بسكت ومش برد بس ده بيخليني اتجنبه كده ما بترديش وابعد عنه وده موترني ومضايقني قولي اعمل ايه مع تصرفاته انا اظن ان دي تصرفات كلها مليانة ايه مليانة تعبيرات تعبيرات ايه عن ايه هو بيعبرك عن ان هو مش مبسوط من حاجة وغطبان من حاجة واحدة واحدة بس ما تفتكريش ان انا بعمل ايه ببرره لا انا بفسرلك في فرق ما بين التبرير والتفسير هو لو كان بيعمل معاك كده ومن اقل تصرف هو فيه حاجة من دايقاء انتي قلتي حاجة كده وما ينفعش الشيخ وانت بتكلميه والكلام اللي انتي بتقوليه ده وانت بتقوليه اعمل ايه فالكلام هنا خليط ما بين الفتوى وما بين ماذا وما بين الاستشارة انتي قلتي ان انتي بتبعدي عنه وقد يكون البعد عنه عنه ده ان انتي قلتي ممتعمليش حاجة انت طيبة وممتعمليش حاجة البعد عنه ده قد يكون بيدخل في شكل ايه في شكل اللي امتناع عنه او امتناع ان انتي تكوني معاه وعلى فكرة انا برضو بعمل ايه انا بقوم بدور التحليل عشان اقدم الحلول لان دلوقتي احنا مش بس بنتكلم عن ماذا احنا دلوقتي مش بنتكلم في الحقيقة عن الفتوى بس هنتكلم كمان عن الاستشارة فالحاصل ان بعضك عنه ده بيخليه يعمل ايه بيخليه يشتشيط فيحاول يعربك وفيه طريقة سمجة عند بعض الرجالة كده انه لما يحب يجذب زوجته اليه يجذبها بايه يجذبها بعنف يعني يعمل ايه يبتدي يقول لها وعايزها ما تعملش السلوك اللي يخليها تبعد عنه وعايزها ما تعملش السلوك اللي هو يخليها تعمل جفوة بينه وبينه او تطلع منه اسوأ ما فيه فهو عايز يسكدها ومش عارف يسكدها او عايز يخليها تعمل الحاجة اللي تخليها قريبة منه ومش عارف فيتعصب ويتنرفز صحيحة وانيته حسنة بس هو بيعصي الله سبحانه وتعالى لان رسول الله صنعنا قال استوصب النساء خير صحيح بس احنا لازم نفهم السبب لو بيعمل به كده هو كأنه عايز يحس معاكي بان انت قريبة منه عايز يحس بان انت حسه بان هو مالعنيكي لكن انت واضح جدا جدا من خلال كلام حضرتك ان انت بتنتقدي ده وهو بيشوفه الانتقاد ده انت بتقول ان انت بيأزيكي بلسانه وبيأزيكي بكلامه لما بيأزيكي بلسانه وكلامه انا حاس كمان شامل ان فيه شوية حساسية والحساسية دي بتخلي الشخص اللي قدامك هو مش عارف يتعامل ازاي لان كل ما يقول كلمة يشوفك بتغضب كل ما يتصرف تصرف فانت بتقوله لي اعمل ايه هقولك اربع حاجات تعمليها اول حاجة اعودي مع زوجك وقولي له انا بحبك وانا عايزي ان نتخلص من هذا الامر نتخلص من هذا الامر اللي وقع ايه انا عايزة ابقى قريبة منك وعايزة اسعد بيك وعايزة ان الشيطان ما يدخلش بيننا وانا عايزة اقترب منك وعايزة ارضيك فممكن تقول لي ايه الشيء اللي بيخليك مش راضي وتقوله لي ونتكلم فيه يبقى احنا لازم نقولي الكلام ده بشكل واضح لان احنا لو مرناش الكلام ده بشكل واضح ايه اللي حاصل هيفضل كل واحد يمتلق ولما كل واحد يمتلق ايه اللي حاصل يفتح باب الشيطان والذي يوسوس في صدوري الناس من الجنة والناس ويفضل نفسي الامارة بالسوق تقولي ده اصد وبيعمل وبيسوي ويبقى نفسي تمتلق ولهازو بالله وإيه اللي حاصل وأتبع خطوات الشيطان فلما اتبع خطوات الشيطان اللي يحصل الشيطان يأخذني بعيدا عن زوجي وزي ما حضيك قلت انه بضطر ان انا ابتعد طب ما بدل ما نبتعد اللي حاصل نقترب ونتكلم وان ذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما ابحش دينا ان كل واحد فينا يروح في مكان كل واحد يعرض ده كمان ما بين الناس فما بيننا ما بين الازواج لا ما ينفعش الكلام ده بأول حاجة جليس معاه تكلمي قد يكون ده سببه ان كل واحد في نبي قدر المسألة من وجهة نظره هو لا انت لو حطيت نفسك مكانه ممكن يكون هو محتاج لك وهو بيمارس هذا لان هو محتاج لك طيب وخاصة ان ان انت قلت ان هو بيزيكي بلسانه واضح ان ان انت كمان بتتكلم على ان الكلام فيه حقات مش كلام مباشر طيب يبقى اول حاجة نوعد ونتكلم مع بعض ونصارح بعض تاني حاجة ببساطة خالص ان لو الكلام فيه اي نوع من انواع الاهانة ارفضيها وقولوله ان انا هرفض الاهانة دي بس قولوله انا هرفض الاهانة عشان انت تفضل في عيني الانسان اللي بحبه مش ترفض الاهانة وتقولوله انا هصدمك وقتلك ومش هسمح لك ابدا ان انت تهني لا مش عايزين صدامة عايزين الكلام يكون فيه مودة ورحمة لان انا بعد شوية بعد ما خلص معك انا هكلم زوج حضرتك الحاجة التالتة اللي انت محتاجة تعمليها كمان ان انت تشوف يهل فعلا انت حساسة فاذا كنت حساسة يبقى انت محتاجة ان انت ما تطلقيش الاهكام شوية اين تلاتة الحاجة اللي بعد كده انت محتاجة ببساطة خالص ان انت تذكر الله كثيرا اما زوج حضرتك اما زوج حضرتك فانا بقول له يا اخي التقل الله سبحانه وتعالى الستة بتخاف والستة حساسة بتخاف هتعمل ايه اذا وقفت امام رسول الله والسلام وسألك هي دي وصيتي هي دي الوصيتي اللي انا وصيتك عليها وصيتك الستة بتخاف ليه تفزع ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يرضى وحرم على ان الانسان يفزع مسلم فيبتد فزع وانت فاكر ان الكلام اللي انت بتقوله ما يلفظ من قون الا لدي رقيب عتيد وان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي اله بالن يهو بها في النار السبعين خريفة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك واللقمة ترفع الى في زوجاتك صدقة والكلمة كمان لما ترفع الى اذن زوجاتك صدقة تروحين تعامل عكس اللي امرك به حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تيجي تشتكي اتق الله اتق الله فيها وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك ان شاء الله لو احسنت اليها كل ده يزول كل ده يزول بالكلمة الحلو كل ده يزول بالتصرف الحسن كل ده يزول بالتأمين اكرموا بعض لان كل محد يكرم شريك حياته كل ما اتبان كرامة ربنا لي البيوت مليانة خير وبركة بس انتوا شيلوا الغشاوة من على عينيكم وشيلوا النفس الامارة بالسوق والايجو عشان تقدروا تشوفوا نعمة ربنا عليكم يا رب اكرمنا احنا النهاردة اتكلمنا عن الخدمة واتكلمنا عن خمس ابواب من ابواب رقة القلب يا رب اجعلنا من اهل رقة القلب اجعلنا يا رب ندخل السرور على المسلمين ونرفع الكرب عنهم واجعلنا يا رب بجمالك وبلطفك يا رب العالمين نسير في حوائج الناس ونطعم الطعام ونطعم الجائعين واجعلنا يا رب بكرمك وفضلك علينا كمان نكظم الغيز واجعلنا نسير في حوائج الناس ونزوق حلوة ان احنا نكون خدام على بابك وعلى ساحتك يا رب العالمين عشان تتجلى علينا بان تقبلنا عبادك ويبقى دينا وعدك أليس الله بكاف عبده يا رب اكرمنا واجعلنا يا ربنا من عبادك المقبورين وارحمنا برحمتك وارزقنا رقة في قلوبنا نقبل عليك بها فنرى وجهك الكريم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أكرمنا برؤية وجهك الكريم